اشتركوا في القناة المرصد السوري قال ان تعزيزات عسكرية مؤلفة من عشرات الآليات والعربات وعلى متنها عشرات المسلحين ارسلها التركستاني الموالي لتنظيم طالبان الى جبال اللاذقية الشمالية بالتزامن مع وصول عناصر من العصائب الحمراء بالاضافة الى عناصر المغاور والوحدة 82 والقوات الخاصة التابعة لما يسمى الجبهة الوطنية للتحرير التي تأسست تحت غطاء تركي الى ريف حماء الشمالي الغربي وجبال اللاذقية الشمالية الشرقية العصائب الحمراء هي احد اقسام هيئة تحرير الشام التي تعد الذراع السوري لتنظيم القاعدة يتزعمهم المدعو ابو اليقظان المصري القيادي في تنظيم القاعدة تطورات جاءت مع بدء العد العكسي لقيمة ثلاثية في طهران تجمع كلا من تركيا وروسيا وايران حول مستقبل ادلب وفيما اقر وزير الخارجية التركي في تصريحات سابقة بحقيقة وجود تنظيمات ارهابية في المحافظة معتبره المراقبون مؤشرا على توافق تركي روسي على عملية عسكرية في المحافظة ويذكر بان تركيا قد انشأت 12 قاعدة عسكرية في محيط محافظة ادلب وريفي حلب وحماء من اجل منع النظام السوري وحلفائه من شن عمليات عسكرية على المدينة اشتركوا في القناة